اشتركوا في القناة هذا ليس بغريب على هذه الطبيبة المولعة بالعمل التطوعي أماني حسن من السنة فجاء الفارسي يبحث عنه بعدما سمع عن عدله وإنسانيته جاء يبحث عن خليفة المسلمين ظنا منه أنه سيجده في قصور ونعمة وحبور ولكن كانت المفاجأة عندما وجد خليفة المسلمين عمر بن الخطاب نائما تحت ظل شجرة ومعلقا سيفه على جذعها فقال عبارته الشهيرة التي باتت جواز مرور لحكامنا إن عقلوها عدلت فأمنت ونمت يا عمر قولي لمن في الحكم هل عدلتم؟ هل عدلتم لكي تأمنوا وتناموا كما تفعلون؟ قولي لمن في الحكم تنكروا تنكروا في زي مواطن عادي وتجولوا في شوارعنا عذرا تجولوا في شوارعكم فهي شوارعكم مدينتكم وجزء من إرثكم تفقدوا حالنا كم منا يتدور جوعا وكم منا يتقلب من ألمه ومرضه لا نقول لكم عيشوا معنا معاذ الله فهذا ما لا تقدرون عليه صبرا ولكن عيشوا لحظات من ألمنا وإن أزعجكم مقترحي دعكم منه فنحن يا سيد الرئيس شبعنا إذا شبع الرئيس وارتوينا إذا ارتوى الرئيس واكتسينا وتأنقنا إذا اكتسى وتأنق الرئيس قولي لمن في الحكم اخلوا بعضا من صوركم التي تضج بها شوارعكم أزيلوا صورة واحدة من بين آلاف الصور لسيادتكم وعلقوا صورة إنسان إنسان يبحث عن لقمة عيش كريمة إنسان يأمل في غد أفضل لأبنائه أفضل من واقعه ونحن نعلم ما السبب في سوء واقعه علقوا الصورة ودعونا نبحث عن الفروقات العشر أمزح تعلمون أن الفروقات تجاوزت عشرا ولكن يا سيد الحاكم إن كان مقترحي سيحرجكم ويجرحكم ويشوه ويعري إعلامكم فدعكم منه واستريه قولي لمن في الحكم تخيلوا تخيلوا نحن الحكام حيث أنتم الآن وأنتم الرعية حيث نحن الآن تخيلوا فقط فالكراسي لا تزال ملككم وفرضنا عليكم أنظمة حكمنا الجائرة وصلتنا عليكم أعواننا من المطبلين والمزمرين والمغردين الظاهرين والخفين وزجيناكم في سجونكم عذراً سجوننا فنحن الحكام لمجرد تعبيركم عن آرائكم سؤالي هل كنتم ستهتفون لنا؟ هل كنتم سترددون العبارات التي طالما رددناها على مسامعكم؟ عاش الرئيس؟ عشت ذخراً للأمة؟ هل كنتم؟ قولي لمن في الحكم ماذا تقولون في عمر بن الخطاب؟ عندما كان يتحدث في المنبر برلمان المسلمين فأتت امرأة وقالت قولاً يناقض قوله بما هو أصوب منه لاحظوا امرأة ناقضت قول خليفة المسلمين عمر بن الخطاب الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل الفاروق الذي إن مشى في شارع مشى الشيطان في الشارع الآخر وإن كان الفاروق بيننا لذهبتم في الشارع الآخر تقبلت ذكرتها عمر بن الخطاب وقال أخطأ عمر وأصابت المرأة وعاتب نفسه قائلاً كل الناس أفقه منك يا عمر الغريب في القصة أن المرأة لم تختفي في اليوم التالي والإعلام آنذاك لم يبتلع هذه القصة وكأنها لم تكن وإلا لما كنت أنا اليوم في DDX 2015 أرددها على مسامعكم قولي لمن في الحكم أعدلوا فإن العدل قيمة إنسانية متى وجدت؟ وجد النماء والتطور حافظوا على كرامتنا عززوا من عزائمنا وتنازلوا تنازلوا عن الكرسي فإنها لن تدوم لأحد وتذكروا دائماً مقولة الفارسي عدلت فأمنت ونمت يا عمر وهذا قولي لمن في الحكم شكراً لأماني حسن من السودان وشكراً للمشاهدة وشكراً للمشاهدة